الله أكبر الله أكبر في ريف حما بالقرب من مدينة مورك ثمت كتيبة لجيش النظام يساندها حاجز سماه السكان حاجز المداج بدأت تحضيرات الثور لبدء معركة هدفها السيطرة على الكتيبة في قطع الاتصال بين معسكرات جيش النظام بين إدلبا وحما وصلت أسلحة الجيش الحر الثقيل إلى المنطقة ثم كانت المعركة حركة حزم والجبهة الإسلامية وفصائل أخرى شنت هجوما شاملا في وقت واحد بعد تمهيد وصف بالعنيف بالدبابات والمدافع لتستمر الاشتباكات قرابة أسبوع يسقط حاجز المداج ويمشطه عناصر الثور يتقدمون باتجاه الكتيبة بمعنويات أعلى تحاول دبابتان تابعتان لجيش النظام الهروب من الكتيبة يطبق الثوار الخناقة عليها وتبدأ عملية الاقتحام سيتم الآن اقتحام الحاجز بعد هروب دبابتين من هذا الحاجز بلد تمورك ريف حما الشمالي الله أكبر الله أكبر يدخل الثور الكتيبة وسط فرحة عارمة يغنمون عددا من الدبابات وأنواع السلاح الأخرى بعد مقتل عدد من عناصر جيش النظام وهروب آخرين لتسقط الكتيبة في يد الثوار جبكة شام الإخبارية الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحرير الحاجز هذه الدبابة التي اغترمها الأفطال من حاجز المذاجن بعد تحريره بالكامل نغتنام دبابة من حاجز المذاجن واحتراق أخرى الله أكبر الله أكبر والعزة الله حركة حزب نقف الآن على أسرات حلب دمشق الدولي بجانب حاجز مورك كتيب للدبابات على عجل يعيد الثوار ترتيب صفوفهم تزيدهم الغنائم الجديدة قوة يستخدمهم سكان البلدات المجاورة وقد تخلقون الأصوات الخصف تنطلق من كتيبة مورك في اليوم لتتجه أنظار الثوار نحو خان شيخون لمتابعة الزحف شمالا في معركة جديدة وقصة بطولة جديدة يخوضونها مرة أخرى شبكة شام الإخبارية الله أكبر